عقب اختتام المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع في سوريا في البلاد اليوم أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية شيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون أكد أنه تم تكريس العمل وبدل كافة الجهود منذ مؤتمر المانحين الأول والثاني من أجل تخفيف جزء من معاناة الشعب السوري المنكوب وها هو المؤتمر الثالث للمانحين قد جاء استكمالا للمسيرة الإنسانية أضاف أيضا شيخ صباح الخالد أن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه رحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة باستضافة هذا المؤتمر انطلاقا من إيمان دولة الكويت بأهمية تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب وضرورة المساهمة في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من قسوة الظروف التي يعيشها من جهته جدد الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون شكره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على استضافة الكويت لمؤتمر المانحين الثالث وقيادة أسبوه الحكيمة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة